السلام عليكم ورحمة الله إخواني الكرام كنت الآن في زيارة عند أحد أصدقائي فأخبرني أن ابنته لفتها المعلمة بأن تأتي بأمثلة على الإعجاز العددي القرآن الكريم البنت بحثت في الإنترنت وجدت أمثلة كثيرة مثلاً أن كلمة يوم تتكرّف القرآن ثلاثمئة خمسةين مرة كلمة شهر اثنى عشر مرة وهكذا وأن تسعة وتسعين اللي هو عدد أسماء الله الحسنى ضرب ثلاثة وستين عدد سنوات عمر النبي عليه الصلاة والسلام النتيجة تعطي مجموع آيات القرآن وما إلى ذلك من أفكار طيب الأخ يقول لي أنا قلت له يا بنتي تعالي نشوف هذا الكلام أصلاً بدايةً صحيح ولا خطأ قال بحثنا في برنامج واسم هذا البرنامج آيات لو كتبت على الجوجل بلاي آيات بيطلع لك برنامج نافع جداً ممتاز جداً هذا البرنامج إخواننا ممكن تضع فيه يوم ويطلع لك كل الآيات التي فيها كلمة يوم شهر يطلع لك كل الآيات التي فيها كلمة شهر إما شهر هكذا أو شهراً أو أشهر وهكذا قال لي صاحبنا كل المعلومات خطأ كل المعلومات التي تتداول بكثرة على الإنترنت وللأسف على لسان بعض مشاهير من يتكلمون عن الإعجاز العددي والإعجاز العلمي في القرآن عموماً قال لي كل المعلومات اللي دورت عليها طلعت خطأ كنت تعال يا صاحبي أنا وياه بالفعل طلعنا هالبرنامج وبحثنا عن عدد الآيات اللي فيها كلمة شهر مثلاً وبالفعل طلع الكلام باطل العدد مش اطناعش كما يدعي البعض لآن إخوانا ليكن في علمكم لا يستبعد أن من خرج بهذه الفكرة وبالمقال الأصلي وناس مغرضون يتعمدون أن ينشروا هذه الترهات بين أبناء المسلمين يدعون أن هذه الكلمة تكرت هذا العدد ويتناقلها الناس بل ويتناقلها بعض المشاهير في مجال الإعجاز العلمي للأسف الشديد فتصبح وكانها حقيقة مسلمة لان يا جماعة البعض قد يقول يا أخي ما دؤش مش مش مشكلة لأنه إذا ما كانش الكلام صحيح ما نفعدش مش حضر لا والله إخوانا تضر وتضر جداً بدايةً تذكروا قول أبي بكر رضي الله عنه أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله كلمة بغير علم ما بجوز الإنسان يتناقل شيئاً عن القرآن دون تثبت ولا تأكد لأنه إذا ما نفعش بضرش مو خلي الناس يحبوا كتاب الله لا يا جماعة هذا الكلام ينقلب أحياناً شكاً وإلحاداً لهالدرجة آه والله لهالدرجة شكاً وإلحاداً الآن إذا كان الطالب ناقد سيقول طيب وماذا يعني سوت هل يستطيع أديب أن يؤلف كتاباً ويطابق بين عدد كلمات الليل وكلمات النهار مثلاً آه يستطيع هل يستطيع أديب أن يأتي بكتاب ويجعل عدد كلمات شهر اثناش نعم يستطيع فهذا ليس مما يتحدى الله به البشر حتى نقول عنه إعجاز المشكلة للولد الفكر بهذه الطريقة قد لا يقول للمس ولا المعلمة ولا الأستاذ يا أستاذ أنا مش مقتنع لا يلقى في صدره أن أدلة ديننا من هذا النوع أدلة ديننا ضعيفة للأسف الشديد الآن هذا الناقد الولد المش ناقد يفرح بهذه المعلومات الله أكبر شوف الإعجاز العددي في القرآن الكريم وبصير يتناقل هذا الكلام بيجي في يوم الأيام يقع في أي ديل مشككين من الملحدين ويقولون له تعال تعال نثبت لك أنه كلام مشايخك كذب وأنهم اضطروا إلى الكذب لأنه ليس عندهم أدلة على صحة القرآن فصاروا يفترون وبجيبوا له الأدلة أنه هذا الكلام غلط وأنه عدد مرات ورود كلمة شهر مش اثنى عشر مرة ماذا سيحصل لهذا الولد المشكلة يا جماعة أن أولادنا حينئذ لن يشكوا في المعلومة بل يشكون في صحة القرآن لأنهم أسندوا إيمانهم بالقرآن على هذه المعلومات الخاطئة وهذا خطير جدا يا إخوانا صاحبي هذا يقول ونحن نبحث وإذا بي أجد يعني بين المقالات اللي بتتكلم عن الإعجاز العددي وسبحان الله أشوف عدد مرات كلمة النهار ومرات كلمة الليل قال وانا نحو نحن نبحث وإذا بي أقع على مقال لملحدين هؤلاء الملحدون يسخرون من المسلمين ويكذبونهم للأسف يكذبونهم بحق هذه المرة والأسف الشديد يكذبون من يدعي هذه الدعوة الباطلة وإلا في الإسلام من هذه الدعوة بريء قال فهم يشككون بأسلوب حقيقة يهز إيمان الإنسان السطحي اللي مش عارف هو أصلا باني إيمانه على إيش ولهذا يا كرام أنا أقول لأخواتنا المعلمات والإخواننا المعلمين بالله عليكم اتقوا الله اتقوا الله نحن نأتي بأبنائنا إليكم كي تحصنوهم وتعلموهم وتربوهم فبيكون دليلكم الجوجل يعني ابنة أخي هذا ذهبت إلى المعلمة المعلمة قالت لا المعلومة صعيها تعالي شوفي جوجل يجمع جوجل هذا مصدر جوجل هذا دليل إسلامنا علمنا قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بدنا برهان ودليل وحجة ونحن والحمد لله لسنا بحاجة للتخاريف ولا للكذب ولا لهذه المزاعم الباطلة فعندنا من الأدلة المقنعة ما يشفي ويكفي لكل ذي عقل سليم كما فصلنا ونفصل في رحلة اليقين بفضل الله تعالى وكما سنأتي بالتفصيل الطويل الممتع بإذن الله على مسألة ثبوت أن القرآن من عند الله عز وجل فيا جمعة خلينا كون دقيقين ونتحرى وما نتناقل هذا الكلام وأنصحكم جدا جدا بقراءة فتوى على موقع الإسلام سؤال جواب الله يفرج عنك يا شيخ محمد المنجد ويجعل كل هذا الكلام في صحيفة أعمالك الأستاذ محمد المنجد له موقع الإسلام سؤال وجواب أنصح به كثيرا في هذا الموقع تكتب على النت IslamQA.com IslamQA.com بيطلع لك الإسلام سؤال وجواب أكتب الإعجاز العددي الإعجاز العددي يناقش المسألة بطريقة تأصيلية واضحة أنه ليس هناك شيء اسمه إعجاز عددي وأن كثيرا مما يزعم أنه صحيح أو يزعم أنه عدد ورود كلمة نهار وليل وأيام ويوم كذب للأسف الشديد وحتى لو صح فهذا يعني مسألة لطيفة من اللطائف ولا تسمى إعجازا وقد أغنان الله عز وجل عن مثل هذا بأدلة واضحة قاطعة ساطعة لمن أراد الهداية حبيت أشارككم هذه الفائدة وأذكر إخواني وأخواتي المعلمين والمعلمات أن أولادنا أمانة في رقابكم ديروا بالكم يا جمال